اشتغلنا في ايه مع بعض انا متشرفة بي جدا لانه في رمضان ده الحقيقة من مساحات مش كبيرة قوي قدر يعني يعمل لفت نظر كبير جدا جدا والناس كلها بقيت تسأل الله هو فين طيب ليه من زمان ما خدش الفرصة الحلوة دي وليه ما خدش حقه لكن هي ارادة ربنا وكل توقيت ربنا بيحدد فيه بالظبط الصالح للانسان فانا متشرفة بوجوده وسعيدة جدا جدا ان معايا الاستاذ الفنان سامير حكيم يا استاذ ازاي حضرتك اهلا بحضرتك يا مادام نشوة انا في منتهى السعادة ومنتهى البهجة اللي انا اشوف حضرتك اللقاء يكون مع حضرتك حضرتك قيمة وقامة انت بالنسبة لي غالية علي جدا 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 وممثلة من العيار التقيل قوي 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 على كل مساياة كمدي انا اشتر حضرتك والله انا بحبك اه من ناحية المنسانية انت فوق راسي من فوق يا حبيبي انا بحبك جدا وكل الناس بتحبك ربنا يخلي والله والعظم اللي عملتها في رمضان يعني رغم زي ما قلت المساحة ما كانتش كبيرة قوي لكن قدرت سبحان الله تلفت النظر جدا والناس كلها بقت متابعك ومستنياك والوقت اللي مبكتش موجود فيه منبقى عايزينك بص حضرتك زي ما حضرتك قلت لما يتجلى الله قالها الاستاذ اشرف عبدالغفور في مسالسة رشيد الله عندما يتجلى لا احد يقدر ان يقف في قصاد هذا التجلى فاحيانا ربنا بيتجلى الانسان في لحظات ما نملكش منها شيء يعني انا من ناحية الشغلة فانا اشتغلت كتير مثلا انا وخدت مساحات اجورا كده اه لكن جات اللحظة ان انا لقيت انا تخضيت انا ما عملتش حاجة اكتر من اللي انا بعمله فالرضا بقى اللي كانت الرسالة بتقولها انا سعيت وراء حاجات كتير ما كانتش مناصيبي سبحان الله لكن كل اللي انا شلته ده الشخصية اللي بتقول كل اللي انا اتوجعت به هو الهم ووجع القلب لكن استريحت لما عرفت نعمة ربنا علي وهي الرضا وهي الرضا فكانت دي كانت تفتح شخصية الشخصية بتاعت رادي وفي نفس الوقت الحن بتاع شخصية انا برضو يعني عايزين نقول ان ده كان في مسلسل الصفارة الصفارة بطولة العزيز احمد امين انا من جمهوره الحقيقة وهو مبدع جدا ومختلف جدا جدا وفنان حقيقي في مناحي كتير بقى من الفن هو مش بس مموصل او كمان عازف وملحن وكاتب وكاتب وفنون جميلة فن تشكيلي يعني ما شاء الله عايز بس اقول لحضرتك معاه شريكه في المسئولية وشريكه في الكفاح الاستاذ علاء اسماعيل المخرج انا تحية المخرج الحقيقة كمان موهوب جدا جدا وعمله الحقي مسلسل عظيم وراقي وليه مضمون مهم وكل عناصر العمل الحقيقة فيه كانوا يعني عناصر مكتملة طبعا طبعا الحمد لله انا اشتغلت معا 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 الاتنين دول من خمس سنين في البلاتون في البلاتون اه انا ما عرفش جابوني ازاي انا رحت اشتغلت قالوا لا عم سمير انت هتعمل دي كان ايه دي اول حلقة ومها حلقتين اول حلقة انت هتعمل دور خالوا فماشي يعني وقت الورقة فخضت الورقة الكلام قليل بس اللي حصل بقى ما كنتش متوقعه يعني هو قلت له بيقول لي انت هو بيمثل ويعمل دور باشا قال لي ايه اللي جابك يا خالي قلت له قلت له انا انا فتح مصمت والرجل مساعدة ان يخرج للمواخزة يعني بيجي يأكل عندي فبقى عليه رسيد كبير قوي فهو حبي يسدي ده رسيد فشغلني ايه معاجل قال لي ماشي تعالى فجيبه مشهد قال له ايه المخرج في نفس الحلقة يعني اضرب الفلاح ده هو باشا وانا فلاح يعني اضربه بالقلم قال له بقدرش اضرب خالي خالي وقعلي يحضنني قال له خلاص انا اغيرك اللقطة التانية كنت انا الباشا وهو الفلاح قال اضربه روح ترزعت بالقلم قال لي كده يا خالي قال له الجمي لا هو احمد الحيام يعني مختلف زي ما قلته ومكسف كمان في الكوميديا بتاعته مش يعني منهج مختلف في الكوميديا طيب انا سمعت عم ساميري ان انت يعني احيانا كده كنت بتبقى زعلان شوية لما يجيه لك شغل وتبص تلاقي حد تاني بيشتغل ايه بقى طب انا اسف هو طبعا كل حاجة اسمه نصيب لكن انا موجود وبشتغل ولا حد ما الناس عارفاني الاقي ممكن حد جدا شركة الانتاج ممكن بعد ما يكون مثلا مرشح لورك كويس شركة الانتاج ما تقتنعش ليه؟ عايزين اسم كبير يشيل الشغل طب ما انت اسم كبير يا عم سامير يعني انت مش حد قليل انت موصل كبير الحقيقة انت موصل مش قليل مش عارف فيجيبه حد فيقوله طيب خلاص عم سامير بلاشي يعني اني مشيه نأكله وعيش معانا فقط معاما اشتغل ثلاث اربعة اتجام في دور مختلفة ده كان به دايق طبعا ده شغلي ودي شخصيتي وانا مش جاي من بره السكة انا عالطريق التمثيل ده بتاعي هويتي فني حياتي اتناقش مع المخرج مثلا يا اساس ليه حضرتك يعني غيرتني انا عندي قدرة وانا مش قليل وانا مجتازة الكلام ده بيتم في الكواليس ما بيتمش قصادي ما بيتمش قصادي ما عرفوا واعدين بس او ممكن يكون مثلا المخرج وعيدني في شغل ويجي حد ياخده تاني يعني اه او فيه نظام جديد اسمه الكاستنج ديريكتور ايو يجي حد يقوله للمخرج انا هجيبلك الناس ما تحرقتش قبل كده انا مش فاهم يعني ايه ما تحرقتش قبل كده طب احنا ما اشتغلنا قبل كده ومسلنا هو بطل العمل ما تلعش قبل كده كل الناس بتشتغل كتير كل النجوم ما تلعش قبل كده طبعا طبعا مش عايزك تدهيق بس لا لا يعني بصي من ناحية الرزق هي مستورة والحمد لله الحمد لله لكن مش انا مش بدور على فلوس انا دور على هواية وانا دلوقتي تلاتة وستين سنة انا عايز طبعا صغير يا عام ساميرا ربنا اديك الصحة كالتخيري انت حاسس تانين انت لا 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 ربنا اديك الصحة ربنا اديك الصحة ويخليك عايز اعمل حاجة يعني مثلا اقول لحضرتك حاجة انا احيان بعمل مشاريع للولاد الطلبة ايو في منهم بمقابل وفي منهم من غير مقابل ايو يعني لو الدنيا اساعد فاحيانا ااخد ااخد ادوار اللي انا بتمنى اعمله برا بعمله مع الولاد ايو بعمل كل حاجة يعني اخر مرة عملت دور احدى ابن الدور ده الله قصة قصيرة بنت كتبها عملت معها انا معها يعني عملت قبل كده برضو فيلم قصير مع الاستاذة لبنى والناس لبنى كتبه انا مبارك اه اول مبارك اه اه يعني ده حبيبتي ربنا يخليها يا جيد فعيتي جميلة لبنى اعملنا معها هي بطولة اتنين اواجيز مع بعض قاعدين بيونسوا بعض ويضايقوا بعض وينقروا بعض لكن لما حست ان هي هتفقدوا حست بفقدان الحياة لغاية ما هو ايه صلي منهم الله وهي ايه حست ان روحها رجعت لها فبتدوا يتخنقوا تاني وتخنقوا بقى تاني اكيد وتخنقوا تاني طبعا طبعا انا عايز اعرف بداية الجنونة بتاعت التمثيل جاتلك من امتى لان انا بعتبر التمثيل ده زين نداها كده يعني اللي نداها تندع عليه ما بيرجعش تاج واللي بيمشي في الطريق الفن يعني في المهنة دي ما يقدرش يستغنع عنها او يسيبها عشان كده كنت انت متأثر شوية اه يعني انا فاكر جملة في لعبة الست فالصحفي بيسأل تحية كريوكا اين ترعرعت سيدتي جميل يا عم ساميلو انت بتضحكو شوية كنا نينا بنبكي ودراتي بنبكي فنان يعني ايه 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 انا امتى اتولدتي يا ماما قالت لا اتولدتي في اسكندرية فرد ان اجيب الرحلة قالها لما كايت لابسة لما اغسل ما يوش يبتش فانا حكاية امتى جالي الفن ده من ساعة ما اتولدتي من البطنومي طب ايوة كان ليك اهل احد في الوسط يا الفني يعني ولا بو يا ولم ولا حد امدا ايوة يعني طب قولي البداية جات الزي اول مرة تحترف او تشتغل على مستوى الاحتراف اشتغل مصرح لا اول مرة اشتغل مصرح كنت فقولها سنوي اه بس كان مصرح احتراف ولا هوا لا لا هوا يا لا انا عايزة بتكلم في الاحتراف اول مرة اشتغلت احتراف كان على مصرح الطليعة كان بطولة المرحوم ماهر سليم الله يرحمه كان مصرح من المصرح العرسي ودي كانت البداية كانت في سبعة وثمانين أول مرة خدتي فلوسها بقى فلوس احتراب فلوس احتراب وتوالت الأعمال بعد كده لا ما توالتش الأعمال ليه؟ توقفت الأعمال؟ لا توقفت يا بص حضرتك مصرح اشتغل مصرح أشتغلت مصرح مع الدكتور أنا عبي فتاح كتير الله يرحمه الله يرحمه ومسيات وليالة رمضانية يعني يا رجل ده يعني سيفضل علي بص يا رسامير عشان بس نتفق بقى هو المصرح عظيم جدا بس المصرح ما بيردش على صحابه فخلينا بقى في الفيديو لأن الفيديو أنت عملت تدوي وكسرت الدنيا فمن فضلك مش عايز أنت أوقف حاف وعد بصي لا أنا موعد كيش يا أستاذة من بيدي والله أنا عارف أنا واسطة أن أحمد مش هيسيبك بعد العمل طورة أتمنى ربنا يعني طبعا ويا رب نلتقي تاني احنا اشتغلنا مع بعض أنا وبابا وماما مع أشرف أيو أشرف فأتمنى نتقامل تاني إن شاء الله أنا باشكر حضرتك جدا يا عم سامير شرفتني وأنا ستني والحبة صغيرين خالص بس أنا محتاجة يعني نتشرف مع بعض وتديلي مرة تاني يا هانم اللقائك ده يعني يسجل في تاريخ ربنا خليه بجد كتر خيري أشكرك يا أستاذة أشكرك ربنا أيدك السحة وكل سنة ونت طيبة وحضرتك طيبة يعني مشرفتني بجاعة للأسف الفقرة الحلوة دي خلصت استنوني الفقرة الجاة إن شاء الله تعجب ترجمة نانسي قنقر